سقة الجماهير مرسل كولر بعد ما كان اشتاكه من ان الجمهور حاضر قليل في الملعب المباراة الاخيرة في استاد القاهرة الراجل شاف الحضور الجماهيري كويس بالعدد المعقول يعني المسموح به بس كمان بحماس ايجابي كبير والرجل راح وحياهم وادهم التحية الواجبة جدا بالحناء استحقها جمهور الاهلي لكن ونحن بنحدد المسؤوليات يا جماعة مجزء من ده الجمهور وفر لي اليات دخول كويسة وفر لي علاقة كويسة وفر لي تسهيلات كويسة وده دور لجنة ادارة المباراة في النادي الاهلي واي ما بدور ان شاء الله نتاج وتظهر الفترة الجاية حفاظا على حضور الجماهير وحق الجماهير انه يحضر بشكل كويس وبعلاقة طيبة وبالتزام شديد لان الاصل في المسألة ان انا مدومت بالتازم وبعمل كل الضوابط المطلوبة مني امنيا وتنظيميا على ان انا اخد حق الكامل في تسهيلات وعلاقة محترمة ومعاملة لائقة دي مسائل متكافأة واضحة جدا وابسط حق الجماهير بالزبط وابسط واجباتهم مخروجش عن النص ما انا التازم وانضبط وفي نفس الوقت اخد حق الكامل في ان انا اشجع فريتي ودعم فريقي بالطريقة اللي انا احق بيها ايجابية وفي المساندة ودعم الفريق فاعتقد لجنة ادارة المباريات اي ما بدورها علشان نحدد المسئوليات يرجع الجمهور بالشكل اللي فعلا يسعد الاهل ويحق هذا الهدف الجمهور الافتراضي في مجمله على السوشيال ميديا دي مسائل محدش هيقدر يسيطر عليها ومحدش هيقدر يحددها ولا يعددها لكن يبقى انه النادي الاهلي صاحب الاكثر ارقام في المتابعة على كل الوسائل التواصل الاجتماعي عنده القدرة الكبيرة جدا 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 على صياغة مناخ ايجابي حوالين الفريق محدش هينجح في مناخ سلبي والمناخ السلبي الاخرين هم اللي بيسعوا ان هم يفرضوه على النادي الاهلي انت بمجرد ما تعادلت وغيرك تعادل طلع الكلام ان الرجل هيمشي امتى هو ده الهدف الضرب فيه مقتل شوية في علاقة اللعيبة مع بعضها تبدأ تسمع كلام كتير علاقة اللعيبة بالمدرب تبدأ تسمع كلام كتير علاقة الادارة بالمدرب نفس الحكاية كل ديه تألعيب اعتقد الناس كلها بقى تشاهد او شايفة عملية تسخين انه كل العناصر على بعضها بطريقة واضحة دي مسائل اتمنى انه الكل يعيها لانه فعلا الاهلي امانة في اعناقكم جميعا حددنا المسئوليات بداية من مجلس الادارة وحتى الجماهير على اهميته لكن يبقى الدور في الفترة اللي جاية انه فعلا كل واحد يقوم بدوره من اجل الاهلي نطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصل